طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصعبه وآله أنا بزر أعلق على حتة معينة وفتح الفرصة للشعاب دي جريدة الوطن اليوم حقاً الليلة فوات شعبي بليد في صفحة الأولى قال بعنوان قيادي بالشعبي يعني زول قايد بالمؤتمر الشعبي بتاع الترابي ينتخب أربع نساء من حزبي من حزب المؤتمر الشعبي لإمامة مساجد شهيرة بالخرطوم ده آخر ما توصله لي والشعبين طيب قال طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد بتولي أربع نساء من حزبه إمامة أربع مساجد شهيرة بالخرطوم في إحدى الجمعة المقبلة يعني بيخترح أن يكون بكرة جمعة البكرة دي أو الجاية شو بيخترحه ومستعجل على الاختراح ده داري فجوه المرأة الرقبة فوق يا زول والرافع يدينة استمتع هذا الكلب هي بس نقرأ كلام كله قال وحدد السجاد على صفحتي بفيسبوك أن تأم القيادية بالشعبي لباب الفضل المصليم بمسجد الشهيد ويتنحى الكاروري وأن تتولى القيادية الأخرى نجوى عبداللطيف ديل كلهم قيادية بالمؤتمر الشعبي تعرف المؤتمر الشعبي ما نجح ليه؟ ليه الله ما كتب له النجاح السؤال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولن يفلع قوم نولوا أمرهم امرأة ديل أربع قال قيادات نساوين شد ماسكات المؤتمر الشعبي قيادات فوق يعني أبشنب قاعد تعيد والله والمرأة فوق تقول ليه صفحة انتباه قل تسترح مرأة في المؤتمر الشعبي ليه أبشنب قال قال له بالفضل دي تكون وين؟ بسجد الشهيد تخطب الجمعة الجاية وينزل الكاروري والله أنا ما أعرف في الخطاب أحسن يا تلكاروري ولا المردي لكن الإذنة مبتدعة وفي النائم أبجوز إنه المرت أم الرجال قال وأن تتولى القيادية الأخرى نجو عبداللطيف إمامة وإلقاء الخطبة تعتج معه بمسجد النور بدلا عن عصام البشير وعصام البشير الرجل مبتدع ضال طبعا شكر البراي يجوز الغنى عندنا لو غنية برقص فيها هزات بغنية وزاية برقص برقص الجماعة كله لا بش له بدلة بيضة طيب على أن تأم ابنة المفكر الراحل حسن الترابي أسماء حسن الترابي تأم المصلين بمسجد الجامعة جامعة الخرطوم على أن يتنحى محمد فرح بالمقابل يتنحى كما الرزق لتتولى نوال الخضر إمامة المصلين وغضة الجماعة بالمسجد الكبير بالغرطوم واعتبر السجاد أن حدوث ذلك من شأنه تصنيف المجتمع مجتمعا سويا ده أفشى المجتمع على وجه الأرض إذا طبك كلام هذا الكوزة البليد الذي هو أغبى من التس لأنه شنا جماعة لأنه إذا كان الإسلام حرم النظر إلى المرأة من بعد كم كيلومتر يعني ما يجوز تعال المرأة على بعد ثلاثة أربع كيلومتر لأنه ربنا قال قل المؤمنين يغضوا من شنا يا جماعة أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضون من أبصارهم الآيات فإذا كان الإسلام حرم النظر إلى النساء من بعد أبعد بعد أنت بشوف فيه يجي الإسلام يجيب المرأة يركبه فوق في المنبر تكون شغالة إن الحمد لله نحمده ونستعينه والكزان قاعد ينتحد وتجي الصلي قدامهم تركع الله أكبر تاني فيه صلاة السجاد ده ما زول مرضان زول مجرم زول ضال مبتدئ قال اعتبر ذلك أن حدوث ذلك من شأن تصنيف المجتمع مجتمعا سويا وإذا كان الإسلام في الصلاة ذاته مش المرأة صلي بالرجال النسوان البصلا مع الرجال والإمام الراجل الأصل في الإسلام خلاص وغيره ما في أبدا الأئمة الأربعة قال الراجل يصلي ولا مرة صلاة باطلة صليت الصبح ما عندك صباح صليت الصبح وين تقول ما صليت مش صليت ولا مرة ما صليت أبدا ولا صبح ولا ظهر ولا أي صلاة إذا كان الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صبوف الرجال أولا قدام وشر صبوف الرجال آخرة أما النسوان العكس خير صفوف النساء شر خير صبوف النساء آخرة هناك تبا نسبة للنسوان أحصن صف عند النسوان الأخير وشر صفوف النساء أولا ليه؟ آخر صف من الرجال شر صفوف وأول صف من النساء شر الصفوف لأنه آخر صف من الرجال هو أقرب نسبيا لأول صف من شنا جماعة النساء اشا كده كان الاخير من الرجال والاول من النساء شر الصغف ولا اول صف للرجال افضل واخر صف للنساء افضل لانه ابعد من بعض يجي القوزة المجرم ده دار يركب المرة فوق المنبر ذاته ولا ما ورانا انه المنبر ذا يكفلوا من تحت ولا يخلوا فاتح برضو ده سؤال مطروح يعني ولا ما مطروح مطروح اي وبعدين في الخطبة ذاته ترفع صباحا هكذا وتشير ولا ما ترفع ده برضو سؤال مطروح وهل المصلين ده يغمطوا عينهم ولا يعانوا للامام شان يتأثروا بالخطبة يعني يتأثروا بالمرأة ده برضو يرسوا لا خلاص واخونا قال لو جاء الحيط هي في المنبر ما هو ما معروف وقته بينزل ما هي هو تمسكه بيد ده اهما شأن الصلاة يكون شنو ولو جاء صلاة الله هو اكبر اهل موضوع ده انتهى بيحصل شنو هل الوردة لعدوا صلاتهم ولا نص الصلاة صحيحة والنص التاني باطل برضو سؤال لجبهجيها جاوب على سؤال ده ده اخر دين توصله والترابي الذي اهلكه الله واراه واراه منه البلاد والعباد وكثير من الشجر والدواب ده اخر ما توصله لولان يقترح والعجيب انه زول خبيس وزول بال 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 اشد انواع الضلال لانه في النهاية قال قال ان حدوث ذلك من شأن تصنيف المنتمع متمعا سويا هل الاسلام قال صفوف النساء شر صف للنساء اوله وشر صف للرجال اخره يخلي المرة تتقدم تصلي قدام الرجال ويعينوا لها تقول يا جماعي استوه يغلص صحابه صحيح البخاري قالوا كنا لا نركع حتى نرى رسول الله ركع وكنا لا نرفع حتى نراه رفع ولا نسجد حتى نراه سجد هذا نطبقه مع لبابا الفضل كيف ده نطبقه مع لبابا الفضل كيف ولا مين عبداللطيف ولا مين سيام رماد نطبقه كيف كلام ده عندهم قالوا حديث باستاذ اللي بيو علموا لوم الترابي قبل ما يهلك قال في سونة نبي داود قال ان ام ورقة بنت نوفل رضي الله عنها صلت بالرجال كطبا كاظب في الحديث ما في صلة بالرجال غاية ما في الحديث وفي سونة نبي داود بلبظين وموجود في غيره والحديث صحيح غاية ما في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم المارد جاهد للنبي وعلى سلم رضي الله عنها قال زد رجاهد معاك اطلع جهاد. قال له ما عنده جهاد مع الرجال. وشوف. قال له ما عنده الجهاد معهم. ارجعي الى بيتك فلعل الله يرزقك الشهادة في بيتك. ففعلا جا واحد كتلة في بيتها وماتت شهيدة داخل بيتها. الرسول قال له ما عنده جهاد مع الرجال. وده في ورد على الترابة. كان بيودي نسوانا الجنوب. وتاكل في المنشية ما حصل مشاه. يرسل بنات الناس. في الجنوب. وهو غايتين مرتب. شفتها كيف? فقال له ارجع البيت. قال وامرها ان تأم اهل دارها. ده غاية ما عندهم. تأم اهل دارها. وده ما فيه تأم النسوان. لانه تأم الرجال. لانه اهل دار ده ما كان في راجل. بيصلي في الدار في البيت. لانه ده الصحابة. وده في المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي في المسجد النبوي. ثاني افضل المسجد على وطع الارض. والصلاة في بكم? الف صلاة. فيما سواه الا المسجد الحرام بمية الف صلاة. الصلاة بلف صلاة. والبصلي في المسجد الوقت ذات بيصلي وراء الرسول طوالي. يعني الامام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الصحابة وهما الصحابة افضل الناس ايمانا بعد الانبياء. واعلى الناس تقوى واحسان بعد الرسول الانبياء. هل الصحابة دير رضوان الله عليهم وأرضاهم كان بيصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة وراء الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الناس وسيد الرسل في الدنيا والآخرة هل يعقى الكلام ده إذا لما الرسول قال لا أمي أهل دارك لأنه في الدار ما في راجل أصلا كان بيصلي في الدار إنما الرجال بيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام انتوا الآن لو قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حية تاني من جديد درب مثل يعني في الكلاك لا الجامع بتاعه في زول تاني بيصلي في الركويد في زول تاني بيصلي في السجانة في زول تاني بيصلي في القضارف في زول بيصلي في الكويت نازل كلها بتجي يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام ديل نحن الإيمان نتعبان ديل خلي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة والرسول معاوم في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد حقه واحد يدس يصلي ولا مره داخل البيت ويخلي الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم شاكيد ابن مسعود قال وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يُؤْتَى بِأَحَدِنَا عَيَّان قال له هذا بين الرجلين عيَّان ملجَّا مرة واحدة بالمرض وبالعيَة قال حتى يقام في الصف وراء النبي عليه الصلاة والسلام واحد متكل بجاي واحد متكل بجاي ماذا رصلي في البيت؟ والأعمى قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد إذن لي أن أصلي في بيتي في اللوى الأزليو لما الراجع طالع من الجامع قال لي أتسمع النداء؟ قال نعم قال فحي هلن يعني فأجب وفي رواية فأجب تاني ما صرح له وعند ما صرح له في المرة الأولى عميان عميان قال لي تجي الجامع تصلي ده التراب يقول في الرجال بيصلي في البيت وجايبين صورة برضو نشرينها وعدة شعبية كوزة بيصلي بالرجال وراها ومعاهم نسوين والتراب مجهل المرس صلي بس قال الصف زاد يكون فيه اختلاط تكون ملصك مع البيت الله أكبر الكتف بالكتف والقدم بالقدم يستوي الصف تكون مع البيت والبيت مع الولد والولد مع البيت دي صلاة ولا 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 ديسكو دي ما صلاة دي ما عند علاقة بالدين يا ناس أي زول بيسوي سوات التراب وشفع المرضانين الضالين الدجالين دي ما عنده صلاة صلاتك باطل التب شاكده بصحة البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم مريض في مرض الموت وما قادر يطلع يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وعائشة هي الراوية بتاعة الحديث وهي قاعدة جنب الرسول كان يقول لها يا عائشة مالو صلي بالرجال قال مروا أبا بكر فليصلي بالرجال أو بالناس عائشة قالت يا رسول الله إن أباكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس من البكاء مر عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس في النهاية قال لي أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر فقده بكر صلى ما كان يقدموا عائشة فهذا زول كذاب وزول مجرم وزول دجال لكن لئما ذكروا من ذاتهم حوالينهم في ملاحظات كثيرة أهل بداع لأنهم خلاصتهم من فكر الإخوان المسلمين ومن جماعات الحركة الإسلامية ومن جماعة الإخوان المسلمين أدباع سيد قط الذي شتم الأنبياء وشتم الرسل وشتم الصحابة وكذلك أنكر ما أنكر من المعلوم من الدين بالضرورة أفتح الفرصة لشاب